الله عليك يا حجي عالكورة لما تبصيح صح الو بقولك ايه ايوه يا مريم بقولنا بنا عايزك كده في موضوع يجي لي بس البيت كي يقعد معاك شوي لا لا مش هيمتع في التليفون تعلي لي بس البيت ماش انا هستنى وقت اختك كي يقعد معاك سلام بدي يا محمص بقولك ايه عمللنا النهاردة بفزة وفراخ اه اصلا نفسه هفاني عليهم طب احنا ممكن نجيبهم دليفر يعني وخلاص من غير وجع قلبي يعني مع الراجل جنبنا بيعملهم وطعمهم حلو جميل واحسن من البيت والله العظيم اه ما انا عارفاك احب تطلبي لحاجة كده اوه مش عايزة تتعبي نفسك فعايزة تفضل اقادلنا كده اوه في البيت الليل ونهاردة تتفرجيلي على التلفزيون وتحطر المونوكور في ايدك وخلاص لكن اطلب منك حاجة تعملها لي لا اني تطلط بقتك اهوه وادفع يا اسابة حمصة ايدفع يا اخوي خيبت الباب يخبط شوف مين اللي جيت ير يما حمصة اتصلت علينا وجبتيني على ملو وشينا كده لا عايزة ايه يا اختي اكيد وراك مصيبة حكمان عارف عندما تندلش لما يكون في مصيبة قد كده اوه انا بس معك بس الاول كده وبعد كده اقولك على كل حاجة واده قاعدة يختب ما نشوف عايزة ايه والنبي يا مريم انت وسعاد ما تفهمونيش غلط طالما قلت ان احنا ما نفهمكش غلط يبقى انت اكيد هتضيقنا بكلامك انا بس عايزاكم تاخدوا طنط تقعد معاكم ان شاء الله اسبوع بس ورايا شوية حاجات عايزة عاملها في البيت واشتريها والبيت هيبقى مكاركب وهي مش هتاخد راحة فياريت بس يتاخدوها عندكو اسبوع واحد بس بتقول ايه يا امو حمصة هو انت اتقلت من امي هي ام بتعمل صوت ولا بتعمل حاجة ولا بتتكلم ولا حد بيسمع حسها دمو نسمع في البيت هو فاقه هي اخت ايه اللي انت بتقوليه ديه ايه قلة الادف والاسلوب والطريقة ديه هو ايه اللي خدوها عندكو اسبوع هي ادف الشرع ولا ادف الشرع يخت لا ده ادف بتا اخوي او اخويا هو اللي بيسرف وانما يجي انا اشوف طريقته بتقولي اللي اخد امكو عندكم لا والله ما اسكت ابدا لازم اتكلم واشوف الرجل ده يرضى بالانت بتعمليه ده ولا لا ده ايه قلة الزوق والطريقة ده انت بتترد امي من بتا اخويه على فكر انا ما ترطاش ولا حاج انا بقول بس اخدوها اسبوع هعمل شوية توضيبات في البيت انتو اللي عمين تقولوا كلام غريب انا ما قلتوش اصلا ولاش تكبروا الموضوع وتقولوا يقولوا جوزي عشان هيعمللي مشكلة كبيرة كده انت لسه شفت مشكلة كبيرة طب ازبوروا علي بس ما يجي تعالي ياما شوف امرات ابنك بتقول عليك ايه ياما تعالي ياما اخير يا بيت في ايه شايفة الستهنن متصلة بنا النهارده وجيبانا على ملا والشين عشان تقولوا اخذ امك وعندوك عشان انا زهيت منه اتفرجي يا حج اوالا ياما تصدق يا حماد الكلام ده هما اللي تلموا علي وعمين يقولولي احنا نقول لما قمتنا انت بيتقولي كلام راحش عليه ولا ما قلتش ا اي حاجة خالص ايكزابة ضللية انت التصد بي مخصوص عشان تقولي خد أمك عندي ايه قليل اتزقي يا ليت عدب يا كزابة ان انا اقول عليك كده ابدا حبيبتي يا امو حموصة يا حبيبتي طيب انا دخل عمل عماتي بقى عصير كده عشان يشربوه ويبلو رقوه حبيبي انت يا ماما مكذبان احنا ومصدقها هي والله من عرف الاول مرة شوفت كده يا ماما يا بتي يا هبلة ما انا لو صدقت على كلامكم يبقى انا كده همشي معاكم وابقى غضال لك انا انا هعمل نفس ان انا مش واخدة بالي وهافضل قاعدة معاه وكده انا اللي هكسب هههههههههه اله الله عليك يا حج يا عكورة لما تبصيصا الله عليك يا حج رمتها رمي يا جمدة قوي